لا يحتاج الإنسان الشحن زي ما احنا شايفين هذه البقعة اللي موجودة في أعلى الأزين الأيمن البيضة اللي فوق دي دي بتطلع الشرارة الكهربية فتنشط الأزين الأيمن ثم الأزين الأيصر ثم تنتقل إلى البطارية اللي موجودة في النص بين الأزينين زي ما احنا شايفين أزين الأيمن ثم الأيصر وظيفة الأزينين يملأ البطينين لكن قبل أن ينقبضه وقبل أن يملأ البطينين لابد من التنشيط الكهربي والربط الكهربي بين الأزينين في منتهى الاتساق والجمال والتآلف والانسجام ثم تنتقل إلى البطارية اللي هي موجودة في النص دي الدايرة اللي هي تحت اللي هي موجودة اللي بتتفرع لفرعين عن طريق حزمة هس يبقى الإيفي نود اللي هي يبقى فيه بطارية فوق على الأزين الأيمن الدايرة اللي فوق دي ثم تنزل الإشارة الكهربية إلى الدايرة اللي في النص على الحاجز اللي بين بين الأزينين وبين البطنين يسمى إيفي نود ثم تنتقل حزمة هس فرعين زي ما احنا شايفين بطين الايمن وواحد البطين الايصر بتاعة البطين الايصر عبارة عن فرعين يعني ضفيرة امامية وخلفية اما بتاعة البطين الايمن فهي بس ضفيرة واحدة اللي هي هذا التنشيط الكهربي رغم تلامس الخلايا في عزل بينهم في مسافات بالثواني او بين كل حجرة والتانية يعني ما ينفعش الازين الايمن يتنشط مع البطين الايمن لازم فيه مسافة زمنية ما ينفعش الازين الايصر يتنشط كهربيا مع البطين الايصر رغم انهما متجاوران متلاسقان الا ان المولى عز وجل عمل العازل الكهربي لان لو حصل ان كلهم اتنشطوا في وقت واحد تفشل الدورة القلبية